اليوم احنا في الاحد السابق للميلاد المجيد والكلام الذي نبدأ فيه لكلمتنا لهذا اليوم من مزمور 149 العدد الرابع الذي يقول لأن الرب راض عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص إنه لفرح عظيم أن نلتقي في هذا الصباح المبارك ونشترك معا بالذبيحة الإلهية والأحد السابق للميلاد المجيد بعد أن عشنا مراحل استعدادية لاستقبال المولود العجيب طفل المغارة مولود بيت لحم الإله المتجسد يسوع المسيح ابتداء بالتقديس ثم التجديد والدخول في زمن البشارات وبشارة الملاك لزكريا الكاهن وميلاد الكارز والسابق يحن المعمدان وبعدها بشرى الملاك لفتاة الناصرة العذراء مريم لتتحقق الوعود والنبؤات كما في أشعياء النبي القائل لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام وفي عوائلنا كم تبقى الأسرة منشغلة بالتحضير وتوفير كل المستلزمات اللازمة لاستقبال مولود جديد ينظم إلى العائلة فكم بالحري أن يكون الطفل الجديد طفل المغارة يسوع المسيح كيف استعدت لذلك السماء أولا بأصوات الملائكة المجد لله في العالي لينتقل ذلك التسبيح والتهليل إلى الأرض وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة هذا الذي حصل ليغير وجه الحياة والتاريخ معا معطي الحياة معنا وللزمن ملئه وكل ذلك من أجل خلاص الجنس البشري ليتمكن الإنسان من أن يعرف حقيقة وجوده ويجاوب على السؤال لماذا أنا موجود موجود في نفسه وشخصيته موجود بين أحبائه البشر موجود مع الله الخالق لينال صفة البنوة الكاملة في شركة أبناء الله الذين آمنوا وقبلوه لذلك استطاع يحن الرسول أن يقول في إنجيله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه فمتى ما يرى الله شعبه بالصورة المرضية في التقوى والطاعة إيماناً وعملاً الذين في التواضع والوداعة صاروا لله شعباً خاصاً يخلصهم خلاصاً ويمجدهم بهذا الخلاص ويشرفهم بين الناس وهم يفتخرون برؤيتهم لمجده الإله كما كتب في ذلك بولص الرسول قائلاً ونحن جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح في رؤية الله لهذه الصورة في شعبه يأتي الجواب كما في قول المرنم في مزموره لأن الرب راض عن شعبه يجمل الودعاء بالخلاص أليست هذه هي قيمة وحياة ووجود الإنسان أثمن قيمة عند الله بمحبته القصوى للإنسان لأن الله محبة في هذا يدخل السرور في قلب الله بخليقته أكثر من أي شيء آخر فجاء تصريح من الرسول بولص قائلاً إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته ويا أحباء الكرام ما سمعتم من كرازة القديس متى الرسول وإنجيل اليوم في بداية القداس والمسمى إنجيل النسب نسب الرب يسوع ربما يتساءل البعض لماذا يهتم الكتاب المقدس بنسب السيد المسيح فيذكره الإنجيلي متى في الإفتتاحية والإنجيلي لوقى بعد عماد الرب يسوع في الأصحاح الثالث من إنجيله الجواب إن الهدف الأساس من ذكر النسب هو لظهور بعض الهرطقات أنكرت الحقيقة حقيقة التأنس أي التجسد الإلهي مدعية أن السيد المسيح قد ظهر كخيال أو وهم إذ يكرهون الجسد ويعادونه كعنصر ظلمة لذلك قدما الإنجيليين متى ولوقى عرضا بالأنساب لتأكيد حقيقة التجسد الإلهي فيؤكد الوحي الإلهي أن ذاك الذي هو فوق الأنساب قد صار حسب الجسد له نسب لقد ولد أزليا ولد من الآب بلا زمن قبل كل الدهور وولد من البتول في ملء الأزمنة أراد القديس متى تأكيد أن يسوع هو المسيح الملك المنتظر لذلك يفتتح سلسلة الأنساب بقوله كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم يقول القديس جيروم بذلك لقد ترك متى كل الأسماء ليذكر داود وإبراهيم لأن الله وعدهما وحدهما صراحة بالمسيح إذ قال لإبراهيم ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي ولداود من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك لقد ركز على داود الملك وإبراهيم أبو الآباء ليعلن أنه الملك الموعود به ابن داود إنه الملك المختفي وراء طبيعتنا البشرية والمتخلي عن كمال مجده وبهائه أراد بهذا النسب تأكيد أنه من نسل إبراهيم أب جميع المؤمنين الذي نال المواعيد إنه بنسله تتبارك جميع أمم الأرض كأنه جاء كسر بركة لجميع الأمم والنقطة الأخرى في ذكر النسب ركز القديس متى على ذكر اسم يوسف الصديق خطيب مريم شخصية جوهرية فهو حلقة وصل ربطت بين التاريخ الإلهي والبشري للطفل البشري يسوع تتضح علاقة يسوع بيوسف النجار في تجسيد معنى اسم يوسف في حياة يسوع بشريا واثقين أن شخص يسوع الإله والإنسان لا ينقصه شيء البتة في العالم الإلهي والسري يسوع كامل إلا أن يوسف أزاد وأفاض في رسالة يسوع الجوهرية الشكل البشري ونجح القديس متى في تفسير هذه الأحداث لنا جميعا نحن البشر في محدوديتنا بتعبيرات بشرية لنتمكن من فهمه فنحن محدودين إذ لا ولن نتمكن من فهم الجوهر الإلهي الغير المرء إلا بحضور يوسف في حياة يسوع لذلك أعطى متى الرسول لقب ابن الإنسان أي مشاركا الإنسان بكل شيء ما خلاء الخطيئة لذلك يا أحباء الكرام ما أغنانا وأبهجنا وكم نحن مهمين في نظر الله بانتسابنا إلى عائلة الله العائلة المقدسة عائلة الله المباركة بإسم الرب يسوع المسيح إننا دعين أبناء الله وأما كل الذين قبلوه أعطى فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه لتكن عقولنا صافية نقية ونفوس تواقة لاستقبال مولود بيت لحم لتملأ الفرحة والبهجة بيوتنا وأسرنا جميعا بفرحة أولادنا العزاء أحباب يسوع وإلى ذلك اليوم ندعو من الرب أن يوفق الجميع حياة مسيحية مفعمة بالسلام والخير والبركة والنعمة تشمل جميعكم دائما وأبدا آمين ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى دهر الدهرين آمين